مرحبا بكم أسهل زراعة يمكنك القيام بها وبسهولة في بيتك هي زراعة الخص الخص أصناف كثيرة ومتعددة وكلها سهلة العناية واليوم أختي أخي المشاهد سنتعرف على عدة طرق وتقنيات قل ما تجدها في حلقة واحدة لطريقة زراعة الخص بنجاح وبالطريقة التي تناسبك سواء في التربة أو في الماء لن نطيل في المقدمة ونبدأ مباشرة لدينا اليوم ثلاثة أصناف الصنف الأول يسمى لماش أو خص الخروف الصنف الثاني يسمى الخص المجاعد وهو صنف جميل جدا وتالتا الخص الروماني الأخضر وهو معروف بمقاومته للحرارة أهم شيء يجب أن تعرفه قبل زراعة البذور هو أن الخص يزرع طول السنة لكن أنصحكم بزرعته في الربيع والخريف حينما تكون الأجواء معتدلة مع ذلك أنا أزرعه صيفا بدون مشاكل بالستناء أن مداقه يكون فيه بعض المرارة ولابد من الإشارة أنه إذا زرعته صيفا لابد أن يزرع في البيوت المحمية الطريقة الأولى يمكنك الاستغناء عن التربة والزراعة فقط في مناديل ورقية مبللة وننظر فوقها البذور ونغلق الوعاء ثم نضعه في مكان جيد الإضاءة بعد الإنبات وكما تشاهدون على الشاشة براعم صغيرة يمكنك أخذها وزراعتها في التربة وعلى ذكر التربة الخص يحتاج فقط لتربة ذات تصريف جيد عند نقل تلك البراعم الصغيرة نبدأ تدريجيا في تعريضها للشمس المباشرة الخفيفة والنمر الآن للخص الأخضر هذا شكل بذوري التي سأكتفي بزراعتها في الإسفنج وراحتم أني لحد الآن لم أزرع مباشرة في التربة لأن نسبة نجاح البذور وإنباتها تكون أكثر في الإسفنج وكذلك في المناديل الورقية الطريقة جد واضحة نضع البذور داخل الإسفنجة ونرطبها جيدا بالماء ونتفقد دائما هذه الإسفنجات حتى لا تجف لحين بدء الإنبات بعد الإنبات ننقلها للتربة حسب المتوفر عندك إما قطعة أرض أو فقط في أسس وحاويات بالنسبة للتسميد الخاص من الخضروات الورقية لذلك يهتم أكثر بالتسميد النيتروجيني ببساطة يستخدم أي سماد عضوي طبيعي كمخلفات الماشية أو كومبوست نباتي من مخلفات المطبخ النيتروجين هو المسؤول عن تكوين الأوراق لذلك كما قلت يهتم أكثر بالنيتروجين بالنسبة للشمس أفضل مكان هو الضل الجزئي أي تقريبا ثلاثة ساعات شمس فقط وهي جد كافية للخص وتجنب الإفراط في الري وهذا أصدقائي الصنف الثالث من الخص وهو خص الخروف والذي يكون جاهزا بعد سبعون يوما من زراعة البذرة طبعا هناك أصناف أخرى تكون جاهزة فقط بعد خمسة وتلاتون يوما من الزراعة لم أزرعه لا في المناديل الورقية ولا في الإسفنج بل زرعته مباشرة في التربة بعمق نصف سنتيمتر البذور كما تعرفون متوفرة في المشاتل والصيدليات الزراعية واحرص على شراء بذور موتوقة هنا أصدقائي الشتلات بعد خمسة أيام وهنا بعد إثنى عشر يوما أصدقائي عندما تصبح الشتلات قوية انقلوها للأرض أو الأحواض إذا زرعت في الأرض بعد بين الشتلات بخمسة وعشرون سنتيمتر وبعد بين الصفوف بأربعون سنتيمتر وهنا أصدقائي لاحظت أنها تعرضت لهجوم الدودة الخضراء وشاهدوا الثقوب التي تحدثها هذه الدودة لكن التدخل المناسب بمبيد حشري طبيعي من الثوم والفلفل الحار والبصل والحمد لله اختفت الحشرة واستعاد النبات عافيته ونمى من جديد حتى حصلنا على خص طبيعي منزلي كما شاهدتم محصول سريع النمو يمكنك حصاده في غضون أسابيع قليلة من الزراعة مما يجعله مناسبا للزراعة حتى وإن كنت مبتدئ ما هي الطريقة التي أعجبتك في الزراعة؟ واحد التربة مباشرة ثانيا الزراعة في المنادير الورقية أم ثالثا زراعة البذور في الإسفنج أخيرا أصدقائي لا تحرمونا من دعمكم وفقط بإعجاب وتعليق للفيديو إلى اللقاء اشتركوا في القناة